لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساء رح أحبيكم أزام الشهديد في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتها النهاردة اتهام شيخ الأصهر لغلات الحنابلة ببهدلت الناس وفي الحلقة دي بنعمة ربنا هنشوف مفاجآت جديدة من مفاجآت المسهب الأشعري واللي بيمثله شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب واللي برضو بدوره كانت لي متناقضات ومفاجآت اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت وفي الحلقة دي وفي الحلقات الجاية هنشوف مفاجآت جديدة وفي نفس الوقت هنعرف حقيقة نظرة الأصهر الأشعري لمسهب غلات الحنابلة الوهابية اللي نقلنا لحضراتكم مدى تصدموا مع مسهب الأشعرة اللي أثبتنا لحضراتكم بالصوت والصورة من خلال كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب والخلاف الدفين اللي بيحصل خلف الكواليس وشيخ الأصهر كشف اللي بيحصل بين المسهب الأشعري ومسهب غلات الحنابلة الوهابية بكل وضوح زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي برضو من الأمور اللي أنا أميل إليها كثيرا أنه ربما المشاكل التي أحدثها المذهب الاعتزالي والمذهب الحنبلي في الناس وبهدلت الناس زي ما شوفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقولها بكل وضوح المسهب الوهابي أحدث المشاكل والخلاف وبهدل الناس وهنا بديسأل هل من المعقول أن شيخ الأصهر يختزل خلاف مسهبه اللي هو المسهب الأشعري مع مسهب غلات الحنابلة بأن المسهب الحنبلي الوهابي سبب مشاكل وبهدل الناس وبس وأنه مسهب اتبرق منه الحنابلة اللي أسسه المسهب الحنبلي ونتفاجئ بأن شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بين العالم لسان الحنابلة اللي أسسه المسهب الحنبلي وده كان في حلقة رقم 102 وكانت بعنوان الوهابية نكسين عند شيخ الأصهر وخلينا مع بعض نشوف الفيديو اللي جاي شوف هسيلي هي كلمة السلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد واجاءة أيضا في موضع الذن لما آسفونا انتقالنا منهم إلى آخر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ده في ستة زخرف يعني جعلنا هؤلاء مثل لكفار أمة محمد في النار وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل إنما وما فيش حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدتم اختلافا فعليكم بمزهب السلف أبدا إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة في حديث تحس على اتباع الجماعة عليكم بالجماعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المذهب الآن هل هو فعلا هذا المذهب ينتمي إلى السلف الصالح أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط والمذهب الثاني مقصاة عليك بهدم القبور عليك أن تقول إن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة عليك بأن تقصر السياب ويحولون وباقي المذهب مفسقة ومبدعة هذا ليس مذهب السلف هذا مذهب الغلاة حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة وده ليها تاريخ يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من المذهب الحنبلين فعلا بشروا بهذا ولكن تمسحوا بمذهب السلف وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدون ونبهون إلى أن لا تصدقوا هؤلاء لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقولها وأصلا فيهم وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغيروا ماء البحر ونلاحظ من كلام شيخ الأصهر أنه بدأ بستلف وقال إنها في الأصل كلمة مزمومة وطبعا شيخ الأصهر بدأ بستلف وختم كلامه بغلاة الحنابلة اللي هم الوهبية نجسوا ماء البحر زي ما بيقول شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب لكن في نقطة مهمة جدا قالها شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب هنسمعها مرة تانية ونشوف في الفيديو اللي جاي مع بعض شوف يا سيدي هي كلمة سلف لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد واجاء أيضا في موضع الذن لما آسفونا انتقالنا منهم إلى آخر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ده في ستة زخرف يعني جعلنا هؤلاء مثل لكفار أمة محمد في النار وزي ما شفنا ولاحظنا شيخ الأصهر بيقول إن كلمة السلف جات في القرآن كإسمه للكفار وقالها صراحة إن كلمة السلف السلف أطلقها القرآن على الكفار مش عارفة هل شيخ الأصهر بيكفر السلفيين بالكلام ده يعني تكفير بشكل غير مباشر زي ما نقلنا في حلقة رقم 107 وكانت بعنوان الوهابية لا يأكلون البطيخ ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي عشان نفكركم به وكما قلنا أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لم يأكل البطيخ حينما أتي به لأنه قال لا أعرف كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم ولكنه ليس شيئا ملزما ليس مطلوبا من الجماهير أن تكون وارع بهذه الصورة ولا تتوقف الحياة زي ما شفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول يعني وصل التشدد بالإمام أحمد بن حنبل اللي هو إمام الوهابية يأكل البطيخ لأن ما كانش يعرف إزاي الرسول كان بيأكل البطيخ فبيعلق شيخ الأصهر إن الورع بهذه الصورة وتشدد فإن الحياة تتوقف واكتشفنا إن شيخ الأصهر كان يقصد إن الوهابية بسبب إنهم ألغوا العقل مع النص فراحوا قالوا مفيش نص إزاي الرسول يأكل البطيخ إحنا مش هناكل البطيخ ونشوف إزاي الشيخ الأصهر بيقول إن الحنابلة مع النص وألغوا العقل في الفيديو اللي جاي حنابلة مع النص وألغوا العقل وطبعا شرحنا إن الكلام اللي بيقوله شيخ الأصهر بشكل غير مباشر عن غلات الحنابلة في نفس الحلقة والحلقات اللي بعدها إنها تكفير صريح ومن أهم كتب الأشعارة ومن كتاب العقيدة الأشعارية شرحنا العالم الأسهري إسماعيل الحامدي وهو بيقول كده يقول السنوسي في شرح الكبرى أما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرب ما سوى هما فرد عليه أن حجتي هما لا تعرف إلا بالنظر العقلي وأيضا فقد وقعت في هما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها إنها كفرة عند جماعة وابتداء عند جماعة أخرى ونشوف إن الشيخ السنوسي بيقول إن اللي يلغي العقل مالوش غير إن يكون مع النص مع النص وبس لا ده بيحدد إن اللي بيلغي العقل لازم ياخد بظواهر النص والسنوسي حكم على من اعتقدها كفرة عند جماعة وكفرة عند جماعة وبدأ عند جماعة تانين إذن كتب العقيدة اللي بيشرحه علماء الأصهر بتكفر أو بتبدأ اللي مع ظاهر النص اللي مع ظاهر النص وبس لا لأن اللي مع ظاهر النص بيلغي العقل واللي بيلغي العقل لازم ياخد بظواهر النصوس وده كفر وبدأ عند الأشعارة اللي بيمثلهم شيخ الأصهر طبعا الدكتور أحمد الطيب والأصهر إذا كان إذا شيخ الأصهر بيتهم غلاية الحنابيل لإنه مثلا هم بهدل الناس وبينشر كمان الخلاف بينهم إذا شيخ الأصهر بيتهمهم بنشر الخلاف بينهم وبهدلت الناس ودلوقتي إحنا نعمل ملخص لحلقة النهاردة إحنا شفنا في حلقة النهاردة الشيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب هو بيتكلم عن المسهب الحنبلي الوهابي وبيقول إن مسهب بهدل الناس وإن الحنابلة اتبرقوا منه وإن غلاية الحنابلة اللي هم الوهابية نجسوا بين البحر وإن كلمة سلف في الأصل كلمة مزمومة وجات في القرآن كاسم الكفار وقالها بكل صراحة إن كلمة سلف أطلقها القرآن على الكفار وقال إن هم متشددين لدرجة إن الإمام أحمد بن حنبل مرضيش يأكل البطيخ ليه؟ لإن ما فيش نص يقول للرسول كان بيأكل البطيخ إزاي وإن الحنابلة مع النص وقالغوا العقل وشفنا بكل وضوح من كتب العقيدة الأشعرية تكفير وتبديع اللي بياخد بظواهر النصوص وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نسأل شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب اللي في كتب عقدته الأشعرية أي عقل هيحكم على الناس وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساء